الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبنات الطلاب في مادة القرآن الكريم وتفسيره وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان تلاوة لسورة إبراهيم من الآية الرابع والعشرون حتى الآية الواحد والثلاثون إذن درسنا بعنوان تلاوة لسورة إبراهيم من الآية الرابع والعشرون حتى الآية الواحد والثلاثون و قبل البدء بالدرس نود أن نذكر أهداف درسنا لهذا اليوم فماذا سنتعلم و ماذا سنأخذ يتوقع منك خطالب و أخت الطالبة في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تتلو الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء و كذلك أن تتعرف على آداب تلاوة القرآن و أن تتعرف على آداب تلاوة القرآن و الآن سنتعرف على آداب تلاوة القرآن و منها من آداب تلاوة القرآن الطهارة فينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يكون متطهرا و أيضا من آداب تلاوة القرآن كذلك الاستعاذة و البسملة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة الآيات و كذلك نقول من آداب تلاوة القرآن استعمال السواك عند قراءة القرآن فهذه جملة من آداب تلاوة القرآن و ننتقل عند التنبيهات لتلاوة صحيحة و هناك عدة تنبيهات نود أن نذكرها و أول هذه التنبيهات المتابعة في المصحف فأود منك أن تتابع في المصحف مقطع هذا اليوم و هي تلاوة لصورة إبراهيم من الآية الرابع العشرون حتى الآية الواحد والثلاثون و أيضا من التنبيهات التي نود أن نذكرها تقويم اللسان و إخراج الحروف من مخارجها و كذلك من التنبيهات التي نود أن نذكرها منها القراءة بتأني عند التطبيق و عدم و عدم الاستعجال فالقراءة بتمهل فهذا مما يعينك على ضبط تلاوتك كذلك من الأمور التي نريد أن ننبه عليها منها الانتباه إلى علامات المصحف و أحكام التجويد التي درستها و سننوّع على ذلك في أثناء الدرس الآن ننتقل إلى الاستماع للآيات و قبل ذلك سوف أفتح المصحف على آيات المقطع لهذا اليوم من الآية الرابعة والعشرون حتى الآية واحدة الثلاثون و في هذا المقطع سنستمع للقارئ و هو يقرأ من الآية الرابعة والعشرون حتى الآية السابعة والعشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة من طيبة أصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها و يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة و يضل الله الظالمين و يضل الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء بعد ما استمعنا للقاري و هو يقرأ هذه الآيات الآن نود أن ننبه على بعض الكلمات و رسمها في هذا المقطع و من ذلك في قوله تعالى نلاحظ هذه الكلمة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة كلمة تلاحظ هنا تنوين الفتح على التاء المربوطة و أيضا نلاحظ طيبة تلاحظ أن التاء المربوطة كذلك مفتوحة بتنوين الفتح و هنا نلاحظ هنا تنوين ماذا؟ الكسر فتتنبه عند التلاوة الفرق بينهما سنقرأ الآن الآية و ننبه على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت تلاحظ أن التاء هنا المربوطة مكسورة بتنوين الكسر بينما هنا طيبة تلاحظ أنها بتنوين ماذا؟ بتنوين الفتح فتنتبه إلى ذلك أثناء القراءة أيضا من الكلمات التي نود أن ننبه عليها في هذا المقطع هذه الكلمة تؤتي أكلها تلاحظ بين الكلمتين و رسم هاتين الكلمتين تنتبه عند القراءة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها تؤتي أكلها كل حين تلاحظ تؤتي أكلها الألف والكاف مضمومتان فتنتبه إلى ذلك واللام ما حالها هي مفتوحة تؤتي أكلها أكلها هكذا تقرأها أيضا مما نريد أن ننبه عليه كل حين تلاحظ أن الله محالها هي مشددة بالفتح هي مشددة بالفتح كل حين بإذن ربها ننتقل للآية السادس والعشرون ومن ننبه على بعض الكلمات ومنها في قوله تعالى ومثل كلمة خبيثة تلاحظ هنا تنوين الكسر على التال مربوط تنوين ماذا؟ الكسر بخلاف الآية الرابعة والعشرون تلاحظ أنها تنوين ماذا؟ تنوين الفتح تنوين ماذا؟ الفتح كلمة هنا وهنا في الآية السادس والعشرون كلمة سنقرأه الآن ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتثت تلاحظ كشجرة تلاحظ التنوين هنا أيضا بالكسر تال مربوطة منعونة بالكسر هنا في حال الوصل كشجرة خبيثة نجتثت في حال وصلك في همزة الوصل هذه لا تنطق همزة الوصل هنا كشجرة خبيثة نجتثت أما في حال الابتداء بها فإنها تنطق الهمزة فتنطق هكذا أجتثت من فوق الأرض أيضا مما نريد أن ننبع عليه في الآية السادس والعشرون ويضل تلاحظ هكذا تنطق لا مشدد بالضم ويضل الله الظالمين هكذا الآن ننتقل للمقطع الذي يليه ونستمر القاري وهو يقرأ من الآية الثامن والعشرون حتى الآية الواحد والثلاثون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال بعدما استمعنا القاري لهذه الآيات الآن سنعب على بعض الكلمات ورسمها في هذا المقطع ومن ذلك في قوله تعالى وأحلوا قومهم دار البوار تلاحظ أن اللام هنا مشددة بالضم فنقراها الآن وأحلوا قومهم دار البوار وأحلوا قومهم دار البوار أيضا دار البوار تلاحظ أن البا والواو مفتوحتان فلابد أن تفتح هذين الحرفين دار البوار هكذا أيضا مما نريد أن ننبع عليه وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله ليضلوا ليضلوا عن سبيله وليا ما حالها هي مضمومة حالها أنها مضمومة اللام مشددة بالكسر وليا مضمومة ليضلوا عن سبيله أيضا قل تمتعوا التا تلاحظ أن حالها أنها مشددة بالفتح قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا قل تمتعوا أيضا من ما نريد أن ننبع عليه في الآية الواحد والثلاثون قل لعبادي الذين آمنوا اليام حالها هي مفتوحة قل لعبادي الذين آمنوا هكذا نقرأها قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة هكذا تقرأها عند وقفك الصلاة يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم هنا مما نريد أن ننبع عليه هنا هذه الكلمة ولا خلال كيف نقرأها؟ هكذا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ولا خلال الخامة حالها هي مكسورة حسنتم هي حالها أنها مكسورة الخامة ولا خلال أجود تلاوتي قد درست بالصف الخامس الابتداء أحكام النون والميم المشددتين فإذا جاءت النون أو الميم المشددة ماذا نصنع؟ فإنها تغن غنة ظاهرة بمقدار ماذا؟ بمقدار غنة ظاهرة بمقدار حركتين وصلا كان أو وقفا وصلا كان أو وقفا وسنأتي إن شاء الله على بعض الأمثلة في مقطع هذا اليوم فإذا تغن بمقدار تغن غنة ظاهرة بمقدار حركتين وصلا كان أو وقفا وصلا كان أو وقفا بالعودة إلى الآية المقررة وبالتعاون مع جموعتك رصم خطا تحت ثلاثة مواضع للنون والميم المشددتين في الآيات ثم طبق الحكم التجويدي أثناء تلاوتك وسنجرب ذلك وسنأتي على بعض الأمثلة في هذا المقطع الآن نستمع للقارئ وهي أقرأ وتنتنبه إلى بعض أحكام التجويض التي نوهنا عليها قبل قليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بعدما استمعني القارئ وهو يقرأ هذه الآيات الآن ننبع على بعض أحكام التجويد في هذا المقطع ومن ذلك ما نريد أن ننبع عليه في كلمة ويضرب الله الأمثال للناس هنا نلاحظ أن النون مشددة فتغن بمقدار حركتين تغن بمقدار حركتين الآن سنطبق ذلك ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون نعيد مرة أخرى ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون تلاحظ للناس لعلهم يتذكرون فتغن بمقدار حركتين الآن ننتقل للمقطع الذي يليه وسننبع على بعض أحكام التجويد في هذا المقطع نستمع للقارئ ويقرأ من الآية الثامنة والعشرون حتى الآية الواحدة والثلاثون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال بعدما استمع للقارئ لهذه الآيات الآن سننبع على بعض أحكام التجويد في هذا المقطع ومن ذلك في قوله تعالى الآية التاسع والعشرون جهنم يصلونها تلاحظ أن النون هنا نون مشدد بالفتح فلابد أن يغني الحرف بمقدار حركتين جهنم يصلونها وبئس القرار جهنم يصلونها وبئس القرار أيضا مما نريد أن ننبع عليه في هذا المقطع في الآية الثلاثون فإن مصيركم إلى النار النون مشدد وتغن بمقدار حركتين فإن وأيضا النار نطبق ذلك فإن مصيركم إلى النار فإن مصيركم إلى النار أيضا مما نريد أن ننبع عليه في هذا المقطع من الآية الثلاثون وهي الميم المشددة فتغن بمقدار حركتين وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية نعيد مرة أخرى وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية تغن بمقدار حركتين فالميم هنا مشددة حالها أنها مشددة تغن بمقدار حركتين وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أود منك بعدما استمعنا للآيات ونبهنا على بعض أحكام التجويد وبعض الكلمات أود منك أن تكرر تلاوة هذه الآيات وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويلهمنا رشدنا ونوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين